اثر على لوحتين للفنان الاسباني سالفادور دالي كانت قد سرقتا العام الماضي في برشلونة وتبلغ قيمتهما 300 الف يورو واعيدتا الى الجهات التي تملكهما على ما افادت السلطات الاسبانية وكان هذان العملان سرقا في كانون الثاني يناير عام 2022 من شقة تقع في احد الاحياء الغنية واتاح التحقيق تعقبا اثر ثلاثة اشقاء متخصصين في عمليات السطو بحسب بيان للشرطة الاقليمية الكتالونية وبعد العثور على العملين الاول يظهر فلاحين كتالونيين والثاني راقصين تقليديين من المنطقة احضرتهما الشرطة الى مؤسسة غالة سالفادور دالي ليتحقق خبراء من اصالتهما وتمكن المتخصصون بفضل التحليل التقني واستنادا الى مستندات وفرها اصحاب اللوحتين من تأكيد ان هذين العملين انجزهما الفنان الكتالوني عام 1922 حين كان يبلغ 18 عاما على ما اوضحت المؤسسة اشتركوا في القناة